من جحيم الحرب إلى جحيم الوباء يتنقل اليمنيون المخاطر التي ينذر بها تفشي جائحة فيروس كورونا في اليمن أضافت إلى قائمة أكثر من ثلاثة ملايين نازح متاعب كبيرة وضع دفع بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التحذير من تفشي فيروس كورونا بين الجمعات النازحين وهو ما قد يفاقم من الصعوبات والمخاطر الآلاف من الأسر المفوضية أضافت أن النازحين في مارب يعيشون في مواقع مزدحمة وموقته إلى جانب كونهم يواجهون صعوبة في الوصول إلى المياه النظيفة غير أنها ما لبثت أن أكدت بأنها ستسعى لبدل جهود أكبر للتخفيف من ذلك وأمام استمرار توافد النازحين إلى محافظة مارب بسبب تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثين في محافظتي سلعى والجوف قالت المفوضية إن الخطر بات يهددهم نظراً لوضعهم غير المستقر وظرفهم المعيشية والصحية الصعبة في وقت تتراكم احتياجاتهم الإنسانية وسط عجز الحكومة والمنظمة العاملة عن تلبية متطالباتهم وفي ظل دعوات الأمم المتحدة لأطراف الحرب في البلاد إلى ضرورة وقف الصراع وتفرغ لمواجهة تفشي جائحة كورونا لا تزال جهود الحكومة الشرعية والمنظمات الدولية قاسرة عن البصول إلى المحتاجين وتوفير متطالباتهم عجز تسبب في إطالة أمد الأزمة الإنسانية التي تصنف بأنها أكبر الأزمات الإنسانية في العالم مع وجود أكثر من 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة